السلام عليكم وأهلا بكم ومرحبا بكم إن شاء الله تكونوا كامل مهنين وبخير وعلى خير وقبل ما نبدأ ونشوفوا الفيديو تالي يوم نصلوا كامل على النبي اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد صباح النور صباح اليسمين نهاركم مسعود مربوح إن شاء الله أول حاجة ربناتهم نقولكم دخول مدرسي موفق رب ينجحوا وليداتنا ووليداتكم ووليدات المونين ونقولكم تاني عام سعيد وكل عام تمام بخير إن شاء الله هذا العام يكون خير من العام اللي فات وإن شاء الله يسمعنا على عبادنا غير الخير كما كنت شوفوا البنات بديت نهاري بان بنتيزان تالي توكس هذا وفتر الصباح واني رايحة نشارك معكم البنات يعني الأشياء اللي وعدتكم أني نشاركها معكم رحت بيانسير للصالون اللي هو يعني مفتوح على الكوزينة وراني قريت تعاليق ديلكم ورأي ديلكم على يعني اللفات كو الكوزين تكون مفتوحة على للصالون بيانسير كل واحد والرأي ديالو وانا احترم كامل الأرأ شوفوا البنات هنا ياكو شوفوا هاد لدغة لدغة شوفوا الله يبارك شحر كبير إيبا شوفوا أنا شريت زوج زويجة تحت سلبة صغر شوفوا يعني لكاليتي التحوم وشو قلكم يعني رأي عجبوني بالبزاف شابين ولكاليتي هايلا زويجة واحدة دير مية وتسعة وعشرين ألف شيت زوج زويجة إيبا هادك لدغة دبا ديتو يعني هدية هدا هو الوفق تابيلا ميزان شروزوك حاجات يعني وين سلا بيت شروزوك حاجات التالتا جي غاتوي أنا شيته دو كزوج زويجة التالتا هايلي كتغادبا علش قلتكم بغيمن الوفق بغيمن انتريسا وثانيك حبيت نوري لكم يعني سمحولي على الأغوطة هاللي رحت البليدة ان زباتوز هاد المحل اللي بيع يعني لزاكسسواغ يبيع حاشاكم صبابة طي بيع يعني لزاكسسواغ ومام لبوشت تعال العرس المهم لبنات أنا ديت دو شوسيور هادي الولانية أغتوبيديك البنات اللي فيها هادك لبوتون أورنج هادي كان ديت هال وصوني على كل حال وهادي يلا شوسيور تاعي كيف كيف أغتوبيديك يعني ما زال ما لبستهاش يعني تبال مريحة نقي كيستقافي قصتها في رجلي جاتني فريمو هايلي وزاكسسواغ عندهم محل واحد اخر في ولادي عيش كيف كيف لامام شوس هاديك السيدة اللي فريمو عجبني بزاف المحل التاحة في بليدة هنا كما كنت شفو حطيت هادك سبات اللي رح نديه لما له ولا شوسيور تاعي حطيتها بياسوق في المنبلدو شوسيور هات سيريبلات اللي بنات حطيت واحدة حشاكم فتوالت باش نمسحوا بها يدينا هكذا يعني باش نبدلها يعني صباح ونزيد نبدلها العشية قلت لكم بزاف يكم قالوا لي يعني كيفاش قدرت تسكني في دار الكوزينة مفتوحة هكا على الكوزينة صالون بلوتو مفتوحة الكوزينة لبال بنات قلت لكم أنا ما نحبش الحيوط وما نحبش الدار اللي فيها الحيوط لكن اللي بنات على بلكم يعني الدار كي تكون هكذا مفتوحة لها كش نقولوا لها تدابير كي ما باقي قزم لنا كي نحضر ضيب برنيش على اللاوت 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 أنا لقيتها في الدار هذي اللي جي تسكنت فيها اللاوت أنا ما كنتش دائرتها لأنه كانت لابلاك قدام لتاقة وكنت نخسل لكن هنا راهي لك لابلاك بأي داع التاقة كيفي اللاوت ملزومة القليان اللي بنات ديسديت أني نشري فريتوز إلكتريك يعني الدك فريتوز إلكتريك يعني ملزومة خيرتها لامارك تيفال ديتها من عند بريها الجيغي وزيدون بلوس أنا القليان من قصات الماكسيمم يسمع ما نيش إنسان اللي نقلي بزاف لكن بيأس القليان فيها فيها تونزون تون كي مالا دير ريحة القليان نخفت منها ونفتح كاملة توقية عندي تاقة على الصالون وتاقة على الكوزينة كإنها غاسية يعني هاي لغير نادغ مالواحد بالوقت 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 مدى بين البيت دينا ما يكونش فيه رحة الماكلة وإن الحمد لله يعني هاد التجربة سبقت عندي يعني خليت ديجا صالة الكوزينة والحمد لله جاي با يدو بروبلام يعني كي تدخلو لده ما تشبوش ريحة الماكلة هديك المزعجة دو كان رحول لفخيتز البنات لفخيتز كيفاش نخيروها أنا دائما نخير لباك هدايا يكون يتنحا ويتغسل لامارك تيفال ريغانية عن التعريف عجبتني بلي بزاف شوفو كيفاش واسعة مشي كبيرة بزاف ومشي صغيرة يعني عجبتني ووتتني مئة بالمئة فيها نف فونكسيون يعني نقدر نقلي فيها نطيب فيها نغلي فيها المهم راني كينو عدو نستعملها إن شاء الله راني رح نشارك معكم با كونتخل البنات لالصحاب الغربة بخير الجاغية عندها تقدم خدمات مثلا دو كنتي تسكني البره وما تقدر يشتها ومالك مثلا محتاجين كاش حاجة تقدر تشير عليهم بها كارت فيزا وهما ومالك المنتج يدوه لغسل كوحاب بينها يعني لدي عجبتني بخير جغيش لا تخوف بغيما آتي غيص كين بزاف لي سيخت هاد العامين اللي فاتوا كين بزاف لي مقدور شي هابطو لتزاير وما لي هم محتاج بخير جغي بخير هنخلي لكم أرقام الهواتف ويمكن المعلومات كاملة في صندوق الوصف هابطو مثلا تشير كوزينيار أي حاجة يعني بخير جغي أرقام الهواتف ونخلي الروابط في صندوق الوصف شوفوا لفخي هاد هاد صفايا هادية واهم لك شوفوا هي جاية تسعة في واحد سينة أنا كانت عندي زمان كيان قول لكم زمانة دي زاني ولادي كان صغر كانت عندي سب وخلاص يعني جبت سنين ومديتها وذكر يعني جبت هادية هاي فال هنا رح ينوجدو كيف كيف بيتزا البنات اللي دلك لكم شحال من وصفة در تزوج كيسان مدافي مغير فا تحليب مجفف مغير فا حالة مهجف فا خلط كل شخص حالة حالة خلط كل شخص مغير فا تنزيد في الفارينا. البنات دارت لكم بيزا كاري اللي نحبوها كاملة تاع فارينا وحدها تاع دقيق وحدها وهنا دارت لكم ميلانج ما بين الدقيق والفارينا. المهم كي تمارسو تعودو عينكم هي ميزانكم لأنه هاد الوصفة من أرواح ما يكون. حنا كاملة كي ما رانا نحبو البيزا كاري. البيزا الجزائرية نحبوها تقرمش وطرية أمامتون. جي مرملة. إبا هذي هي الوصفة تعطيكم نفس النتيجة يعني نفس النتيجة يعني نفس النتيجة. بعدها يكون واحدكم يعني جودكم بموجودكم عندك تقيق بركة ديري بيتزا عندك شوية من شوية من ديري بيتزا. المهم البنات كي ما را كنت شوفو هنا يا درت لكاس تاع دقيق رطب هو اللي ولاني ونزيد في الفارينا درت لكاس اللي والثاني تالت شكوار الرابع وزيت زوج مغارف كبار. هادي هي العجينة ديالي حبيتها تتلاسق شوية وجاتو شنقو لكم خفيفة شوفو هنا زوج مغارف الخرانيين ليزيتهم. قطلت لكم ديكم بيتزا من ارواح ما يكون. المهم المعلومة المهمة باش البيتزا كاري تنجح هي الوصفة تقدر تقولوا كمنا ناجحين. قولوا لي وراهو لاستيوس. لاستيوس في الفوغ. الفوغ لازم يكون سخون. سخون في غيمو. باش يعطيكم نتيجة شابه. يفو باي بيتزا تبطى في الفوق ولفت تبطات راهي الكتيبس. شوفو هنا زلقة يدي شوية في الزيت. المهم دير وغير شوية زيت في السنيوة. وبيسيغ نبدو نيتالي وفلاباتتانا. لأسستوما تتاعي لي مديتها لكم كيما فتحت القناة هذه هي الوصفة لينا ما نبدلهاش لأنها اسهل وصفة في العالم. يعني كوشتو كيفاش نوجد لأسستوما تتاعي وتوجد في رمشتين وجبنين وتواتي كامل الوصفات. كثيراً هناك كثيراً لبيتزا امريكان ولا البيتزا هذه كيزا تاعد لزاير تاعنا. المهم دير يكون شوية زيتون شوية فلفل شوية مع دونس. أنا هناك كان عندي شوية تعمرغز. أراني درتها. سينو. سينو ميتوبا تاني كيجي هيله ليزون شوا. ولا ما كاشتو كيما را كتشوفو نحطها في الفوق. وطيب يعني وطيب من أروح ما يكون. نقدو نزيد لها شوية تاعد زيتون. هاهيليك و هناك مقرمشة والطرية و ممتومشة او لديكم مثلا إنسان كبير في الدار و مرة كبيرة و هي طيبها حاول انكم اتحملوها بثاف هنا انا احبوها مقرمشة ولكن اللي عندها واحد كبير و ماتوش سنان بسبب مباشرة المعلومة المهمة هي أن الفوق يكون سخون لتحصل على هذا الفوق فعندما أردت فوق لأنه حدث يوجد فوق وليس بشكل مباشرة أول تجربة كانت عندي مع الفوق تاتري سيتي انكاستخي هي هادية وكانت تانيك غابي دي طيب تخيبية لكن يقعد تري سيتي مانتها دو كانا مالباليش بنزل مالباليش وليش نتجة ألي بي الكبير بما راح بسيتي هادية واني مالباليش بسيتي مالباليش ببي ديو اوال الله كما تشوفوا البناتنا هنا يعني نوري لكم كيف أشغاني أحتني بلا بلاكتا سجاج لما نخفلش عليها وغرب السائل تعلق الأواني نخسل لها كل يوم كما راكوا تشوفوا ما نخليش حتى يتراكموا للدهون باش النظم بعدتيك أبليجي نبدأ نستعمل في المنظيفات اللي تخليلي العيون تعيبهتين واللون ديالهم يروح هدي يعني دائما التدابير اللي دائما نمصيكم بها ما تخلوش حتى تتراكم يعني الغبرات أو الأوسخ باش نودوا تنقوا وتعودوا تحوسوا يعني على البروجويل اللي نحلكم ولا نحلكم حاجة يفسد لكم حاجة وحد أخرى كما أنا أكو تشوفوا دقائق من نراطي حتى ديالي شوفوا مام هادا كويني يدخل البريكي تاني كيف كيف ننقه كما راكوا تشوفوا وكي يكون الحالة ناقية زمانة مارجي لفوديا لناقي ما قوش أهو ناقي ما نغسلوش لا لا نغسلو وباش هكده يقعد معايا ناقي هدي يا حبيبات قلبي بالنسبة للفيديو تالي يوم إن شاء الله هنالتي إعج إعجاب ديالكم وإن شاء الله قدرت تفيدكم ونقلكم حبيبة قلبي إلى فيديو أحد آخر تهلاوا لي فرحكم ودومتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته